اشتركوا في القناة الاسينوتوباكترز وبعض البكتيريا الاخرى الانكمن اللي ايضا بنتناولها ونتكلم عنها وان كانت لن تكون صلب المنهج ولكن اليوم ان شاء الله الدرس بشكل اساسي سيتكلم عن مجموعة السيدوموناد وهي مجموعة من المايكرو ارغانيزمز اللي بيئتها الطبيعية هي الانفيرومنت. إذن these organisms الاسينوتوباكترز and السيدومونادز are widely distributed in soil and water. لو سألتك من اين تأتي هذه المايكرو ارغانيزمز ما مصدرها اين بيئتها تقول في التربة والماء وفي النباتات في خزان الماء الارضي في انابيب المياه في حنفية الماء تعيش في هذه البيئات وتستطيع ان تكون طبقة غشاء حيويا درسنا عرفنا اسم البايوفيلم حتى في انابيب المياه التي نستعملها للاستهلاك المنزلي وفي المستشفيات ولذلك بمعنى انها تسبب امراض لانها موجودة في البيئات الرطبة حتى في المستشفيات موجودة وتنتقل عن طريق الفنتليترز اجهزة التنفس ونحوه وموجودة حتى احيانا على بعض الناس يعني السيدومونيس ارجينوزا وهي الممرض الأساسي من هذه المجموعة سيدومونيس ارجينوزا تستطيع ان تغزو جسم الانسان وتصنع السموم تعتبر لانها تسبب الانفكشن في البيئات اللي عندهم ابنورمال هوس ديفنسز مشكلة في المناعة كمثلا اللي عندهم حروق اللي عنده حروق الجلد يكون مصاب وبالتالي هؤلاء البيئات وعرضة للإصابة بأسيدومونيس ارجينوزا وليذلك هذه الأورجنزم أسيدومونيس ارجينوزا والأسينيتوباكترز كذلك نوزو كومل معناها إصابات من المستشفى أيضا تنتقل جرام نجدف بكتيريا are rarely cause disease in humans are included in this chapter as well زي ما قلنا بنتكلم عن بعض الأنواع الأخرى من الأورجنزم اللي هي أقل شهرة من أسيدومونيس والأسينيتوباكترز some other جرام نجدف بكتيريا that rarely cause disease in humans are also included في هذا المنهج أو في هذا الدرس من ضمنها مثلا الكابنوسايتوفيجيا الكابنوسايتوفاجيا موجودة في فم الإنسان كنورمال فلورا وممكن تسبب التهابات في اللثة وفي الأسنان أو في اللثة بالتحديد إكنيلا كوردينز كينجيلا موركزيلا هذه كلها أورجنزمز ممكن تسبب أمراض إلى الإنسان الموركزيلا أيضا موجودة في النيزوفارنيكس وهي شبيهة بكتيريا أخرى مهمة هي النزيريي التي من ضمنها النزيريا ميننجيدس التي تسبب الحمى الشوقية هذه are normal مايكروبيوتا هذه الأورجنزمز are normal مايكروبيوتا طبيعية في الهيومنز and occur in a wide variety of infections وتسبب عدوى طبعا عادة يعني unexpected causes of disease لأنها نادرا ما تسبب عدوى ولذلك ولذلك إذا أصيب الإنسان بها تكون unexpected غير متوقعة لأنها ليست دائما تسبب عدوى نادرة عدوتها ولذلك الإصابة بها غير متوقعة نبدأ بالأهم وهي أسيدومونس جروب قلنا أسيدومونادز are gram negative motile aerobic roads هنا كلمة aerobic هذه معلومة مهمة لماذا؟ لأننا درسنا في المحاضرة السابقة بمعنى لا تنمو في عدم وجود الأكسجين ومعنى إنها لا تقوم بالتخمير والفرمنتشن فهي تعتبر لاكتوز هي أكسيدايزر تؤكسد الطعام ولا تعمل ولا تصنع الحموط وهذا يميزها على الديفرينشيال ميديا لأنها لا تصنع الفرمنتاشن إلى السكريات وهذا يميزها في الطبق عن البكتيريا الانتيرو بكتيريسيي التي درسناها في المحاضرة السابقة ولذلك هي نزرعها حقيقة على نفس الأوساط الزراعية التي نستعملها إلى الانتيرو بكتيريسيي تنمو سيدمونس على الماكونكي إيغار ولكنها عندما تنمو لا تعطيني فرمنتاشن هذا أيضا يميزها إنها تصنع أصباق أحيانا تكون باللون الأخضر وأحيانا تكون فلورسنت يعني مشعة تستطيع أنك تراها حتى إذا أصيب الإنسان بعدوى بهذه الجراثيم في الجلد مثلا أقدر أجيب أنا دارك لايت يسمى وهو يو في لايت دارك لايت وأضع اللايت على المكان المصاب فأرى الفلورسنت كالور والبيجمنت يشع من المصاب لون مميز يطيني إيحاء وإندكيشن مؤشر على الإصابة بهذه الجراثيم التي تصنع لي صبغات معينة كما ذكرنا موجودة في الماء وفي التراب وفي النبات وفي الحيوانات وموجودة بكمية أيضا في الانتستن الفلورا كنورمال مايكروبيوتا وكذلك على جلد الإنسان وهي مسببة للأمراض أو السيدومونس أريجينوزا المسبب للأمراض الرئيسي في عائلة السيدوموناتز طيب الأنواع الأخرى من السيدوموناتز غير السيدومونس أريجينوزا نادرا تسبب أمراضا للإنسان وعملية التصنيف والكلاسيفيكيشن أفسيدوموناتز دائما كما باقي الجراثيم يعتمد على الRNA والDNA هومولوجي والكالشور كاركتوريستيكس وممكن نضيف لذلك أيضا سيرولوجي وفي موجودة أنواع كثيرة طبعا من هذه العائلة ونعرف التنوع الكبير إلى الكائنات الحية ولكننا ندرس التي تسبب الأمراض بشكل أساسي ولا ندرس تلك التي هي موجودة طبيعية والتي يعني لا تسبب أمراض للإنسان لا نقوم بدراستها بالتفصيل بلا شك في هذا المقرر إذن نتكلم عن السيدوموناتز أريجنوزا اللي هي الممرضة الأولى في عائلة السيدوموناتز واللي قلنا ويضي ديستربيوتد في الطبيعة ودائما موجودة في المويست انبيرومنتز لا سيما في المستشفيات وتقدر تعمل قولينازيشن إلى الإنسان وهي تعتبر سوبرفايت في دات الوقت كما ذكرنا ويتصيب الناس دائما الذين عندهم مناعة ضعيفة وشكل هذه الأورجنزم إنه موتايل رود شيب ميجوري في أبعادها في شكلها كخلية تحت المجهر طبعا جرام نيجدف عادة أكورز أز سينجل بكتيريا ولكن أحيانا أيضا بيرز وأحيانا على شكل سلاسل قصيرة إذن هذا هو شكل أستيديمونيز أريجنوزا تحت المجهر عادة سينجل سينجل يعني منفردة أحيانا تكون يعني two pair of bacteria مع بعضهم البعض بعض الجي تجي على شكل pairs مثل هنا مثلا هذه هنا pair of bacteria وأحيانا تكون لا على شكل سلاسل قصيرة على شكل small short chains لكنها جرام نيجدف رودز قلنا أبلغت أيروب وقلنا أيضا أنها لا تعمل fermentation وهنا بعض أنواع السيدومونادز طبعا أهم واحدة هي السيدومونيز أريجنوزا لكن عندي أنواع أخرى هذه الأنواع الأخرى this other species are they pathogenic? rarely نادرا are pathogenic السيدومونيز أريجنوزا قلنا فلورسنت group يعني تعطيني pigments مميز لها هذه الأنواع الأخرى تسبب أمراض لكن نادرا نادرا طيب كيف نزرعها؟ الكلشر تبعها هذه السيدومونيز سيدومونيز أريجنوزا is an obligate aerobe زي ما قلنا هوائية إجبارية لا تستطيع أن تعمل fermentation ولا تنمو في عدم وجود الأكسوجين that grows readily on many types of culture media sometimes producing a sweet or grape-like or corn-taqu-like odor أيضا يميزها هذه لما نزرعها على الطبق إنها ليست فقط عندها هذه البيجمينتز ولكنها أيضا تستطيع إنها تعطيني رائحة زكية sweet or grape-like or corn-taqu-like odor بعضها يكسر الدم سيدومونيز أريجنوزا forms smooth round colonies with a fluorescent greenish color قلنا تعطيني fluorescent color والcolonies smooth round colonies يعني ملساء ومستديرة المستعمرات ملساء ومستديرة وتصنع pigment water syllable لاحظ البيجمينت ينتشر منها إلى الطبق water syllable هنا الطبق لونه أساسا كان بهذا اللون هذا اللون المصفر هذا اللون الطبق لما زرعنا عليه السيدومونيز أريجنوزا صنعت pigment water syllable greenish color والcolonies smooth round colonies وزي ما قلنا obligate aerob وأيضا ذكرنا إنها ماذا إنها produce هذه البيجمينتز وتستطيع إنها بالتالي تعطيني أيضا smooth colonies وأيضا يميزها هذه الرائحة sweet or grape-like or corn-taqu-like odor أنت لابد تعرف شكل البكتيريا على الطبق لكي في المختبر تستطيع أن تميزها وتشخصها إذن أنا لازم أعرف شكل البكتيريا عساس إذا شفت هذه الشكل وهذه الرائحة وهذه البيجمينت أتوقع sidomonas aeruginosa وأبدأ أعمل التحاليل المناسبة بعد ذلك إلى sidomonas aeruginosa لأن زراعة البكتيريا لا يشخصها من ناحية الهوية identity لكن يعطيني معلومات تثير شبهة مؤشرات توقعات بناء عليها أختار التحاليل اللاحقة طيب طبعا البيجمينت اللي تصنعها لها أسماء بايو سينين و بايو فريدين وهذه البيجمينت فلورسينت وهي تميز هذه البكتيريا ما هو مطلوب عليك تحفظ أسماء البيجمينت لكن تعرف أنها تعطيني هذه البيجمينت اللي تكون بلوش أو غرينش إن كالور وهذا يميز السيدومونس aeruginosa طيب سيدومونس aeruginosa in a culture can produce multiple colony types سيدومونس aeruginosa from different colony types may have different biocomical and enzymatic activities and different antimicrobial susceptibility patterns هذه معلومة درسناها كثيرا في بكتيريا أخرى سابقة لما تكلمنا في microbiology diagnostic واحد قلنا الاستافلوكوكوس أوريس تعطيني different colony types إيش معنى different colony types يعني إن هذه البكتيريا سريعة التحور والتغير والتطور حتى في الجيل الواحد على نفس الطبق بتعطيني colonis صغيرة وكوني كبيرة شوي وكونيز مختلفة الشكل قليلا عن بعضها البعض رغم أنها من نفس المصدر ومن نفس الأب ومن نفس يعني البروجيني نفس السلالة لكنها تتغير أمام عيني وإن هذه الكونيز المختلفة لها تحاليل كيميائية تعطيك different biocomical enzymatic activities ولها أيضا حساسيات مختلفة إلى الانتاميكروبيل ولذلك هذه السيدومونس والستافلوكوكاس أوريس وبعض أنواع الجراثيم سريعة التغير والتحول والتطور أرى ذلك في المختبر أمام عيني وهذا أيضا يعلل يعلل explain سبب أن هذه السيدومونس من أهم البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تخلق لي antibiotic resistance problems in the hospital مشاكل حقيقية في علاجها صعوبة حقيقية في علاجها لأنها من البكتيريا التي تكتسب بسرعة antibiotic resistance وإنت لازم تعرف هذه البكتيريا وتراقبها في مختبرك وفي مستشفاك وتعمل لها biogram يعني رسمة أو جداول الحساسية والمقاومة لها لتلك البكتيريا التي تعزلها دائما في المستشفى لكي يستطيع الطبيب بناء على هذه البيانات الbiogram يستعمل الانتبيوتكس المناسب لها في الريانات بعضنا تكتور لا يقلل إذا تظل البيانات البيانات ويستعمل أحد البيانات من الطبيب بلسطيق فيرطان يسمح البيانات المنصد البيانات ويصد من يدد المنصد البيانات والألجينات هو نوع من الإكسو بوليسكره يعني كابسول إذن هذه البيانات أحيانا تمثل نو بسرعة وأحيانا تعتبر variation يعني أقل من مستوى strain أيضا من المثير من الأشياء المهمة اللي لازم نعرفها أن السيدمونيس أريجينوزا من أهم مسببات العدوى في الرئى عند الناس اللي عندهم مرض وراثي اسمي cystic fibrosis والcystic fibrosis مرض وراثي سببه اختلال في الأغشية المخاطية في الأغشية المخاطية في جسم الإنسان اللي موجود منها الكثير في الجهاز التنفسي إذا عند الإنسان هذا المرض الوراثي يكون عرضة للإصابة بأسيدمونيس أريجينوزا اللي تصنع ميوكويد القولونيز بسبب وجود ألجينيت إكسو بوليساكرايد كابسول في هؤلاء اللي معاهم cystic fibrosis patients the إكسو بوليساكرايد appears to provide the matrix يعني القالب إلى هذا الأورجنزم لكي تنمو وتكون بايوفيلم غشاء حيويا يحفظها يحميها يجعلها تتكاثر في القناة التنفسية في الجهاز التنفسي في رئتين والبرونكاي of the patients طيب أيضا من الأشياء المهمة إلى السيدمونيس أريجينوزا قدرتها على النمو في حرارة عالية تصل إلى 42 ديجري سالسيوس بينما لما نتكلم أحنا ستريبتوكوكاي وكثير من البكتيريا الأخرى اللي نعزلها واللي تسبب أمراض للإنسان لا تنمو في حرارة 42 ديجري سالسيوس ولذلك إذا أردت أن أعزل السيدمونيس أريجينوزا اختياريا وانتقائيا selectively فإني ربما أرفع الحرارة لأن هذه الحرارة لن تسمح إلى أعداد كثيرة من المايكرو أورجنزمز الأخرى أن تنمو بينما تسمح إلى السيدمونيس أريجينوزا أن تنمو إذن هذا يميزها وأستفيد منه مخبريا في عزلها وتشخيصها واكتشافها إنها كانت تتبع جيد بشكل جيد في حرارة 42 ديجري سالسيوس وأيضا في أقل من ذلك ولكن هذه الحرارة لا تسمح إلى أعداد كبيرة من البكتيريا أن تنمو ولذلك its growth at 42 ديجري سالسيوس helps differentiate التفريق بينها وبين other sedemones species and other bacteria It is oxidase positive أكيد هي oxidase positive ما قلنا Obligate aerob يعني هوائية إجبارية وبالتالي يجب أن تكون oxidase positive بينما كانت الانتيروبكتيريسيي السلمونيلا والشيقلا والبروفيدنشيا والمورجنلا والسريشيا وكلها الكلبسلة كل الانتيروبكتيريسييي oxidase negative بينما هذه oxidase positive It does not ferment carbohydrates كما قلنا لأنها obligate aerob Differentiation or identification is usually based on colonial morphology oxidase positivity and the presence of characteristic pigments and growth at 42 degrees Celsius غالبا أنا أميزها أكتشفها أعزلها وأتوقع إنها هي المعزولة بناء على إيجابيتها إلى الاكسيديز oxidase positive the presence and characteristic pigments التي تكلمنا عنها الصبغة الجرينش أو البلوش الصبغات التي تصنعها ونموها في 42 degrees Celsius Differentiation of Sedomonas aeruginosa from other Sedomonas on the basis of biochemical activity requires testing with a large battery of substrates ممكن استعمل أنا substrates يعني مركبات كثيرة وأجي أقار كيميائيا بينها وبين أبناء عمومتها أو أستعمل PCR للتفريق بينها يعني RNA-RRNA 16S gene to differentiate it from other species من الأنواع الأخرى من السيدومونانس Antigenic structure and toxins Peli, Fimbriae, extend from the cell surface and promotes attachment السيدومونس قدرتها على التسبب بالمرض يعود إلى قدرتها على الالتصاق مثلها في ذلك مثل most the pathogenic microorganisms The bacteria cannot cause disease if it cannot attach to the host هنا الattachment نعرف من أول دراستنا في Principles of Microbiology إنه يعتمد على البلاي والفمبريي أيضاً تصنع الإكسو بوليساكرايد كابسول responsible for the mucoidal colonies إلى هذه المستعمرات المخاطية ميوكويدل كولونيز هذا الإكسو بوليساكرايد كابسول يعطيها قدرة على الالتصاق ويحميها من الأنتابيوتكس ومن الفاغوسايتوس إلى خلايا الجسم البيضاء هذا أيضاً من الفرولانس فاكتورس طيب هي Gram Negative وبالتالي عندها ليبوبوليساكرايد اللي سميناه إندوتوكسن واللي هو سام ويسبب حساسية ويعني حالة من التهيج مناعة التهاب شديد جداً إذا انتشر ليبوبوليساكرايد في الإنسان ممكن يسبب موت الإنسان إذن هذا الإندوتوكسن اللي موجود فيها وكذلك كل بكتيريا يعتبر من الأشياء التي تجعلها قادرة على التسبب بالمرض بسهولة سيدمونيز أرجينوزا يمكن أن تصنعها بلبوبوليساكرايد أميونو تايب بيوسين نوع من البكتيريسنس وهي عبارة عن أنتبيوتكس ذات مدى قتل قصير يعني اللي نسميه narrow spectrum antimicrobials هي سموم تصنعها البكتيريا ضد أبناء عمومتها من البكتيريا الأخرى نحن نقدر نميز بين هذه المايكرو أورجينيزم ونفرق بينها بناء بايو كوميكل إنزايمز الـ RNA طبعاً والـ DNA أفضل طريقة وممكن استعمل البايوسين اللي هو البكتيروسينز هذه للدفرنشياشن أو استعمل لبوبوليساكرايد أميونو تايبس يعني سيرولوجي للتمييز بين سلالاتها وأنواعها طبعاً الاكستراصيلرال إنزايمز معناها إنزيمات خارج الخلية معناها إفرازات إنزيمية هاضمة مكسرة هذه تسبب الإمراض من ضمنها الإلاستيزز التي تكسر الألياف اللي اسمها إلاستن اللي هي أحد التركيبات الأساسية في أنسجة الإنسان إلاستن تديب الإلاستن هذه الإنزيمات اللي اسمها إلاستيزز بروتيازز بروتينات إنزيمات هاضمة إلى البروتين أيضاً إنزيمات مكسرة إلى خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان إذن هذا بالنسبة إلى الباثوجينيس أو الأنتجينيك إلى هذه السيدومونس التي تظهر بهذا الشكل هذا هو شكل السيدومونس أو على طبق الإيقار أيضاً تصنع إكسوتوكسن أيضاً تصنع إكسوتوكسن مادة سامة وهذا عبارة عن إنزيمات يعني توكسن قاتل إلى الحيوانات عندما يتم حقنه when injected in purified form The toxin blocks protein synthesis يمنع صناعة البروتينات في الخلايا وإذا الخلية لم تستطيع أن تصنع البروتين إذن لا تستطيع أن تنمو ولا تعوض التالف منها ولا أن تدافع عن نفسها لأن البروتينات هي من ضمنها الأنتيباديز ومن ضمنها الإنزيمات والمركبات الوقائية وهكذا تموت الخلايا ويموت الكائن الحي بسبب هذا التوكسن اللي اسمي إكسوتوكسن أي اللي تفرزه أنواع من السيدومونس أريجينوزا وتتذكر أنت أيضا أن هناك بكتيريا أخرى تصنع سموم تمنع البروتين synthesis في الإنسان وفي الخلايا الحيوانية وقد تسبب الموت ومن ضمنها الديبيثيريا توكسن الديبيثيريا توكسن أيضا بروتين synthesis ممتاز ومن ضمنها الشاك توكسن اللي تكلمنا عنه في الانتيرو بكتيريسيه قبل يعني الأسبوع الماضي اللي تصنعها أيضا بعض أنواع الإشيشيا كولاي والشاك توكسن الشيقلة توكسن نفسه اللي تصنعها الشيقلة أيضا يمنع البروتين synthesis ويسبب موت الخلايا مما يسبب بلودي ديورية يعني التهاب في الأمعاء وإسهال النزفي الذي يسمى الزحار ديسنتري الزحار ديسنتري أو الديسنتارية طيب إذن هذي أيضا تصنعنوه من التوكسنز يمنع البروتين synthesis اسمي إكسو توكسن A أنتي توكسنز يعني أنتي باديز ضد الإكسو توكسن A are found in some human sera ممكن بعض الناس عندهم أجسام مضادة ضد الإكسو توكسن A وهذا يعطيهم بعض الـ recovery وبعض الحماية بعض المناعة من الإنفكشن طيب باثوجينيسس يعني كيف تسبب هذه الجراثيم اللي اسمها sidomonas aeruginoza المرض في الإنسان sidomonas aeruginoza is pathogenic only when introduced into areas devoid of normal defenses such as when mucous membranes and skin are disrupted by direct tissue damage as in the case of burn wounds قلنا إحنا sidomonas aeruginoza تعتبر nosocomial and opportunistic يعني تصيب المرض في المستشفى للناس اللي عندهم ضعف المناعة غالباً ولذلك هي تسبب المرض إذا وصلت إلى مكان أو إلى إنسان ما عنده مناعة devoid of normal defenses مثل الميوكس membranes التي فيها أو الـ skin اللي فيه جروح disrupted يعني المصاب بجروح المكسر المريض فتسبب الدامج وتنتشر مثل الناس عندهم أيضاً حروق هي تعتبر sidomonas aeruginoza من أهم مسببات الأمراض النوزو كومل hospital acquired عند ضحايا الحروق عند ضحايا الحروق burn victims طيب أيضاً when intravenous or urinary catheters are used إذا الإنسان عنده قصطرة مثلاً بولية urinary أو قصطرة وريدية فإن هذه القصطرات التي تكون أجسام دخيلة داخل جسم الإنسان تسمح للجراثيم أنها تجد مدخلاً إلى داخل جسم الإنسان وتستطيع هذه البكتيريا أن تنمو على شكل بايوفيلم غشاء حيوي على هذه الأنابيب القصطرات فيكون عندي فوكس أو يعني بؤرة عدوى وتبدأ تنتشر في جسم الإنسان من هذا الطريق أيضاً عندما يكون عندي neutropenia يعني انخفاض في عدد الخلايا البيضاء في جسم الإنسان يعني ضعف المناعة هذه هي الحالات التي تسبب فيها السيدومونس أريجينوزا المرض وهذه حالات شائعة ومنتشرة فإن معظم الذين منومين في المستشفى يحتاجون إلى القصطرات وكذلك الإصابات بالحروق ليست حالة نادرة في المجتمعات الحديثة وإذن هذه الحالات هي الحالات التي يتعرض فيها الإنسان إلى السيدومونس أريجينوزا بالإضافة إلى الناس اللي عندهم مثلاً كانسر كيموثيرابي أو يتعاطى مثبتات مناعة لأنه عنده مرض مناعي أو لأنه من الذين تم زراعة كليا لهم يعني رينال ترانس بلانت بيشن وهكذا أي إنسان عنده ضعف المناعة مثل الحالات التي ذكرناها أو غيرها يكون عرضة إلى الإصابة بهذه الجرثومة السيدومونس أريجينوزا باكتيريوم يتعطى إلى الناس أو إلى المكان ما هذا المرض؟ اللي عندهم مادة لأنه عندهم مرضاً وراثياً يجعل مناعتهم ضعيفة في القناة التنفسية فيصابوا بهذه الجرثومة التي تصنع إكسوكوليساكرايد ألجينيت وتعطيني ميوكويدل بايو فيلم في الجهاز التنفسي لهؤلاء الناس كذلك طيب إذن وتنتشر في جسم الإنسان تستغل البلاي والإنزايم والتوكسن ما شرحناه وذكرناها للتسبب بالمرض عند الإنسان عندها الليبوبوليساكرايد الإندوتوكسن اللي يلعب دور كبير في الإصابة بالفيفر والشك والأولجويوريا والليكوسايتوسيز والليكوبينيا وديسيميناتد انترافاسكولر كواجيليشن يعني هذا الليبوبوليساكرايد قلنا هو سوبر أنتجن يسبب حالة خطيرة التهاباً عنيفاً شديداً في جسم الإنسان فيصاب الإنسان بالحمة والصدمة ممكن ينخفض عند ضغط الدم ويصاب بكومة ويموت أولجويوريا قل في التبول مشكلة في عدد الخلايا البيضاء يا ليكوسايتوسيز أو ليكوبينيا زيادة في الخلايا البيضاء أو انخفاض فيها وتجلطات منتشرة في داخل الأوعية الدموية جلطات داخل وعائية ديسيميناتد منتشرة انترافاسكولر كواجيليشن وأدولت رسپيراتري ديسترس سيندروم صعوبة في التنفس وهذا حالة خطيرة قد تسبب موت الإنسان إذا لم يسعف ويكتب له الله الشفاء في احتمال الموت كبير في هذه الحالات سيدمونس أرجينوزا ومثلات سيدموناد ها يميزها أيضا ليس فقط إنها نوزو كومل ليس فقط إنها منتشرة ليس فقط إنها تصنع سموم كثيرة لكن أيضا لها قدرة على مقاومة المضادات الحيوية بشكل كبير ولذلك تكون دومننت يزيد عددها ومهمة جدا إذا ماتت البكتيريا الطبيعية المايكروبيوتا في الإنسان بسبب الإفراط في استعمال المضادات الحيوية ولذلك استعمال المضادات الحيوية يجب أن يكون بحذر وبتقنين وبدون إفراط هذا من أشكال السيدمونس اللي عندها ماذا الالجينيت كبسول الكبسولة تعطيك ميوكويد القولونيز وقلنا تعطيني دفرنت إيش كولوني varianz الvarianz of these colonies can be different إلى السيدمونس أرجينوزا هذه من أشكالها المختلفة على طبق بلود إيغار طيب عرفنا عنها الكثير ويجب الآن أن نقرأ الكلينيكال فايندينجز الأعراض المرضية عندما يصاب الإنسان بالمرض ماذا يتميز هذه الأعراض المرضية للمصابين سيدمونس أرجينوزا produces infection of wounds and burns زي ما قلنا هذه من أهم أمراضها إصابات الحروق والجروح هي السبب الأول للإصابة في الحروق عند الناس يعني اللي عندهم حروق ونوزو كومل hospital acquired infections أهم واحد هي السيدمونس أرجينوزا رقم واحد في هذا الأمر وتعطيني blue green pus قلنا تعطيني البس اللي له لون مميز لأنها تصنع pigments blue green pus يعني القيح يكون ملون ولذلك نحن عندما نرى إنسان عند جرح باللون نستطيع أن نتوقع أنه مصاب بسيدمونس أرجينوزا من اللون والرائحة أيضاً تعطيني sweet قلنا sweet يعني odor رائحة زكية grape-like مثل رائحة العنى تسبب أيضاً منينجايتس when introduced by lumbar puncture lumbar puncture معناها عملية الفتحة التي تعمل لسحب السائل النخاعي السي اس إف في أسفل الظهر توضع البنكشر لسحب السي اس إف إذا ما كان التعقيم جيد ممكن تخش على السي اس إف وتسبب التهاباً في السحاية يسمى منينجايتس أيضاً during neurosurgical procedure الجراحات العصبية ممكن تنتشر وتسبب أيضاً إصابة في الدماغ مينجايتس ممكن تسبب urinary tract infection when introduced by catheters ذكرنا قبل قليل catheters القسطرات intravenous أو urinary ممكن من خلالها تسبب التهابات في المسالك البولية urinary tract infection أو من أي инструмент أخرى تستعمل إلى العلاج والحالات العلاجية كما تلاحظ هنا إنها من أهم مسببات النوزو كومال infections يعني الhospital acquired infections involvement of the respiratory tract especially from contaminated respirators results in necretizing pneumonia إذا دخلت إلى جسم الإنسان من أجهزة التنفس respiratory tract دخلت إلى القناة التنفسية من respirators contaminated respirators يعني الجهاز التنفس ليس نظيف أجهزة التنفس التي تستعمل في المستشفى ممكن تتلوث فيها هواء داخل وخارج وفيها نسبة رطوبة يعني يعمل فيها moist وبالتالي هي بيئة خصبة إذا ما كنا نراعي نراعي التعقيم والتطهير ونحوه ممكن تنمو فيها السيدوموناتس وممكن تنمو فيها السينوتوباكترز وممكن تكون مصدر للعدوى بالانتيروبكتيريسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فيه موت ونخر إلى أنسجة الرئة وهذه حالة خطيرة قاتلة أيضا قد تسبب الموت إذا لم يسعف الإنسان بتقديم المضادات الحيوية والرعاية الصحية المباشرة والسريعة ممكن أيضا تسبب التهاب الأذن الخارجية في السباحين يمكن أن تسبب غازي التهاب الأذن الخارجية عند الناس عندهم ديابيتس يعني مرض السكري يعني إصابة في العين أو في العينين which may lead to rapid destruction of the eye also is a possible consequence of infection of Cedomonas aeruginosa تستطيع أن تعمل نيكروسز هذه الجرثومة occurs most commonly after injury or surgical procedures ممكن بعد الإصابة في العين الإنسان يصاب بالسيدمونس aeruginosa infection التي تكون destruction of the eye is the consequence تدمر العين يفقد الإنسان إبصاره in ineffins or debilitated يعني الناس اللي هما وضعهم سيء جدا debilitated يعني وضعه سيء جدا persons في ال ineffins وهؤلاء الناس السيدمونس aeruginosa may invade the bloodstream البكتيريا ممكن تصل إلى تيار الدم وتسبب فاتل سيبسس يعني انتشارا في الدم تلوثا قاتلا في الدم بها بكتيريميا يعني This occurs commonly in patients with leukemia or lymphoma who have received anti-neuplastic drugs or radiation therapy and in patients with severe burns طبعا هؤلاء اللي عندهم حروق شديدة أو عند leukemia أو lymphoma أو تعاطى anti-neuplastic drugs أدوية ضد السرطانات أو ريديو ثيرابي عندهم المناعة ضعيفة جدا ويكونون عرضة إلى الbloodstream dissemination of Sedomonas aeruginosa and phaietal sepsis In most Sedomonas aeruginosa infections the symptoms and signs are not specific and are related to the organ involved Occasionally Verdoglobin a breakdown product of homoglobin or fluorescent pigment can be detected in wounds, burns or urine by ultraviolet fluorescence كما ذكرت لك سابقا الأعراض تعتمد على مكان الإصابة والعضو المصاب لكن غالبا تظهر عندي هذه البيجمنت اللي تكون fluorescent واللي ممكن أشوفها في الوونز والبيرنز أو حتى في البول مع الالترافويلت fluorescence يعني هذه أشعة فوق بنفسجية أصلطها على هذه الإفرازات أو هذه الجروح والحروق فأرى أن هناك fluorescent pigment homergic necrosis يعني موت ونزيف of skin occurs often in sepsis caused by Sedomonas aeruginosa the legions called eczema gangrenosum هذه حالة من موت إلى الجلد ونزيف يعني حالة نزفية من الجلد مع موت الجلد تحدث عند الإصابة بالbloodstream dissemination السيبسس يصير عندي هذه الحالة التي تسمى eczema gangrenosum are surrounded by erythryma ويكون حول هذا المكان اللي في خلايا ميتة للجلد ونزيف حول هذه القرح النزفية الميتة فيها خلايا الجلد حولها طبعا عندي طفح جلدي erythryma حمرارا في الجلد وممكن يكون عندي طبعا قيح بص السيديمونس aeruginosa can be seen on gram stained spacements from eczema legions هذه السيديمونس aeruginosa ممكن أشوفها أنا في gram stained spacements من هذه القرح اللي في الجلد للإنسان اللي عنده bloodstream dissemination and culture results are positive وممكن أزرعها أيضا هذه الجرثومة وأشوفها eczema gangrenosum is uncommon in bacteremia caused by organisms other than sedomonas aeruginosa هذه الحالة نادر تصير لأي جرثومة أخرى ببكتيريا أخرى غير sedomonas aeruginosa أيضا ممكن يكون عندي folocolitis folocolitis معناها إصابة بالإنفكشن في بصيلات الشعر في الhair follicles folocolitis associated with poorly chlorinated hot tubs تكون بسبب الاستحمام في مياه لم يتم تعقيمها بالكلور جيدا الحمامات الساخنة ليش الحمامات الساخنة ممكن تكبر وتنمو هذه السيديمونس aeruginosa لأن تستطيع أن تنمو في حرارة قلنا 42 degrees celsius ولذلك الhot tubs هذه الحمامات الساخنة إذا ما كان فيها كمية كافية من الكلور من الكلورين مكلورة للتعقيم بشكل كافي ممكن الذين يستحمون يصابون في الفولوكلايتس الالتهاب في بصيلات الشعر حتى في الناس الأصحاء المناعتهم قوية ممكن ممكن أن تنظر بشكل كافي مناعتهم قوية مناعتهم قوية مناعتهم قوية ممكن أن تتنبأ بكل ما سيأتي من كيفية تشخيص هذه الجرثومة كيف أشخصها طبعا أولا أخذ العينات المناسبة دائما أقول لك في التشخيص في الاختبار النهائي واليوم كان عندنا كوز وأنا استطعت أن أطلع على بعض إجاباتكم هذه الطريقة الصحيحة للتشخيص نذكر أولا فنقول السبيسمين بناء على مكان الإصابة إذا كانت الإصابة في الجلد أخذ سكن تيشيو أو يعني بايوبسي أو أخذ عينة من السكن مثل بص إذا كانت عندي مشكلة في اليورنري تراكت في المسالك البولية أخذ يورن إذا عندي بكترينيا أخذ بلود إذا عندي مينجايتس أخذ سباين الفلود إذا عندي فرئة أخذ سبيوتوم ما هو إصابات السيدومونس مختلفة وبناء على نوع الإصابة أخذ العينة إذا other materials should be obtained as indicated بناء على نوع الإنفكشن نوع العينة بناء على نوع الإنفكشن أشياء بسيطة منطقية بديهية بديهيا 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 إن تتاخذ العينة بناء على المرض طبعا دائما نعم الاسمير سواء كان الاسمير كما ذكرنا ونكرر لا يستطيع أن يحدد هوية أو يستطيع أن يحدد هوية في كل الحالات أعمل اسمير يعني مايكروسكوبي لماذا؟ لأن النتائج التي سأحصل عليها من الاسمير تكلفتها بلاش زهيدة جدا يعني نحن ناخد علبة عصير ونرمي زجاجة العصير في درام القمامة المايكروسكوبي كم يكلفك؟ شريحة يعني زجاجية قيمتها أقل من نص هللة لا تساوي حتى هللة وشوية صبغة تكلفتها بسيطة جدا 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 والمعلومات التي سأحصل عليها ستقود التشخيص ولها أهمية كبيرة جدا حتى وإن لم تكن تشخيصية ولكنها تقود وتوجه وتساعد وتحدد الطريق حتى إن لم تكن تحدد هوية فإنها تفتح لي أبواب ذلك طبعا لا بيميز لي هل هي إنتيروبكتيريسيه هل هي إشيرتشيوكولاي هل هي أسينوتوباكتر هل هي ما بيميز لكن بيعطيني معلومات إنها على الأقال جرام نجدف رودز وبالتالي بيحدد لي نوع الجرثومة المتوقع أو الاتجاه الأفضل في عملية الكلشر والأشياء الأخرى التي أقوم بها إذن الكلشر الآن شفت جرام نجدف رودز سويت الخطوات هذه أبدأ أزرعها على بلود إيجار وعلى الإيجارز اللي شرحناها المناسبة إلى الإنتريك جرام نجدف رودز نفس الميديا المناسبة إلى الإنتيروبكتيريسيه يعني أستعمل XLD أو ما كونكي أو هيكتون إنتريك إيجار اللي كتبت أسمائها في الدرس العملي واللي تكلمنا عنها كثيرا في آخر لقاء بيننا هي نفسها المناسبة إلى السيدومونس أرجينوزا هنا ما ذكر أسمائها لكن أنت تعرف أسمائها وفي الامتحان بسألك عن أسمائها ويجب عليك أن تذكر أسمائها في الامتحان النهائي طبعا هي تنمو في حرارة عالية 42 degrees Celsius وهذا يميزها بالإضافة إنها does not ferment lactose does not ferment lactose وبالتالي يميزها عن lactose fermenting bacteria وهي oxidative oxidase positive وبالتالي هذا يميزها بعد ذلك ممكن أعمل أنا biochemical وسيرولوجي لتحديد الإدنتيتي وهذا الأشياء معروفة وذكرناها كثيرا طبعا لتريتمنت traditionally significant infections with sedemona's ariginoza have not been treated with single drug therapy because the success rate is low with such therapy and the bacteria can rapidly develop resistance when single drugs are used إذا استعملنا single drugs يعني علاج واحد مضاد حيوي واحد فإنها تستطيع أنها develop resistance وبشكل سريع ولذلك غالبا نستعمل أكثر من one drug to treat this bacteria المهم هنا بالنسبة إلك أنت كمخبري أنك لابد لما تعزل sedemona's اعمل على طول susceptibility testing سواء الطبيب طلب أو لم يطلب ذلك وارفع له النتيجة لإنقاذ روح الإنسان ولتقليل الفرص للإصابات قادمة ولكي يكون العلاج مناسب حسب الـ antibiotic susceptibility pattern حسب النمط لحساسية الجرثومة المعزولة أي مرة تعزل sedemona's originosa اعمل أنتبيوتكس susceptibility testing طبعا ما أطلب منك تحفظ أسماء الأنتبيوتكس المناسبة إلى sedemona's originosa لكن كلام نقرأه للمعرفة والاستزادة من العلم يجب علينا أن نستطيع أن نصل إلى المعلومة لكن لا أطلب منك تحفظها لأنك لست الذي سيقوم بوصف العلاج والدواء ولكن عليك أن تعلم أن هذه من الجراثيم التي تستطيع أن تقاوم المضادات الحيوية وعليك أن تقوم بدراسة حساسيتها كل مرة تصادفها The susceptibility pattern of sedemona's originosa vary geographically يعني حساسيتها، الأنماط الحساسية إلى sedemona's originosa تختلف جغرافيا ومن مستشفى إلى مستشفى تختلف ولذلك susceptibility test زي ما ذكرتلك should be done as an adjunct to selection of antimicrobial therapy لازم دائما نعمل susceptibility tests should be done as an adjunct كمساعد ومرافق لاختيار الأنتبيوتك ثرابي Multi-drug resistance has become a major issue in the management of hospital-acquired infections with sedemona's originosa because of acquisition of chromosomal beta-lactamases extended spectrum beta-lactamases pouring channel mutations and efflux pumps زي ما قلتلك هذه الجرثومة تحولت إلى مقاومة إلى عدد كبير من المضادات الحيوية Multi-drug resistance يعني متعددة المقاومات إلى الأدوية الكثيرة ولذلك الantibiotic susceptibility tests must be carried by you طيب epidemiology and control يعني عملية المكافحة ووبائيتها sedemona's originosa موجودة في كل مكان widely distributed وهي من أهم أسباب النوزوكومال infections and the methods for control of infection are similar to those for other nosocomial pathogens طريقة الوقاية من انتشار هذه الجرثومة مشابه إلى طرق الوقاية التي نستعملها ضد الجراثيم الأخرى من عائلة النوزوكومال يعني التي تسبب hospital acquired infection سواء كانت intubacteriaceae أو staphylococcus aureus وقد تكلمنا عن staphylococcus aureus سابقاً وعن عملية الوقاية ما هي أهم إجراءات الوقاية؟ infection control disinfectant التعقيم للأسطح تعقيم اليدين لبس الكمام gloves PPE أيضاً الماء اللي أستعمله لتنظيف الجروح والملابس والأغطية والأماكن التي يوجد فيها المرضى لا سيما الذين عندهم حروق شديدة يجب استعمال ماء معقم وليس ماء الحنفية وذلك لأنها تعيش في الموست environments إذن because pseudomonas thrives تنمو وتتكاثر thrives in moist environments special attention should be paid to sinks يجب مراعاة in the sinks and water baths يعني حمام الماء الدوش showers hot tubs other wet areas أي مكان رطب مليء بهذه الجراثيم والمرضى أو إنسان عنده حروق ما أستعمل معاه الماء هذا اللي موجود في هذا المصادر أستعمل ماء معقم ماء معقم sterile for people اللي عندهم جروح وحروق وضعف المناعة for epidemiological purposes strains can be typed using molecular typing techniques قلنا احنا لتحديد الهوية والstrain دائما المolecular techniques is the best طريقة للقيام بذلك وبكده نكون أنهينا السيدومونس جزئية السيدومونس أي سؤال أي استفسار يا شباب طيب ننتقل إلى other pseudomonads other pseudomonads أنواع أخرى من هذه العائلة الكبيرة من البكتيريا some of the many genera and species of the pseudomonads group are listed في الجدول السابق اللي طلعنا عليه في هذا الجدول الموجود هنا هذا الجدول في الصفحة الثانية من الفصل الدراسي هذه أنواع أخرى من السيدومونس قلنا أهم واحدة السيدومونس أرجنوزا لكن عندي أنواع أخرى من السيدومونس أخرى من هذه السيدومونيات are opportunistic pathogens the diagnosis of infections caused by these pseudomonads is made by culturing the bacteria and identifying them by differential reactions on a complex set of biocomical substrates يعني مثل الAPI automated instruments and non-automated kits may not be reliable in the identification of non-originosa pseudomonas and related general في عندي matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry multi-tough ms matrix assisted يعني وسط محدد من مادة كيميائية laser desorption يتم ضخ أو إطلاق laser ويسبب ionization إلى مركبات كيميائية وتطير هذه الأشياء ونقيص سرعتها time of flight يعني time of flight يعني سرعتها وهذا يحدد الماس وبالتالي قياس الماس الذي يعتمد على هذه الطريقة يسمى multi-tough هذا is a promising technology لتحديد أنواع السلالات التي هي من المختلفة وتشخيص الجراثيم لأنه سريع جدا ومباشر يعني يعطيك نتيجة في لحظتها لكن تظل molecular techniques هي السائدة الآن والbiocomical tests للتفريق بين أنواع السيدومونيات ننتقل إلى الجرثومة الأخرى في درسنا اليوم وهو الأسينوتوباكتر الأسينوتوباكتر يا شباب كما السيدومونيس موجودة في بيئة المستشفى موجودة أيضاً في الموست انفيرومنت موجودة في الماء موجودة في التربة أيضاً الأسينوتوباكتر أحبتي من النوزوكومل إنفكشنز وأيضاً الأسينوتوباكتر من البكتيريا التي طورت ملتي دروج إذاً هذا كله يشابه الإسينوتوباكتر الأسينوتوباكتر الأسينوتوباكتر ال biases byề chanates بكتيريا that are widely distributed in soil and water and are occasionally can occasionally be cultured from skin mucous membranes secretions and hospital environment نفس الكلام الذي قلنا فيما يتعلق بالإسينوتوباكتر ينطبق على الإسينوتوباكتر إنها موجودة في السويل في الماء ممكن يعني موجودة في الاسكن والميوكس من برينز الى الانسان وفي افرازاته وهي من اهم الاسباب الى العدوى في المستشفيات. أسينوتوباكتور بومانياي is the most pathogenic is the species most commonly isolated. واكثر واحدة نعزلها في المستشفيات وتسبب الامراض هي الأسينوتوباكتور بومانياي لكن لا يعني ذلك ان لا توجد انواع اخرى ممرضة مثل الأسينوتوباكتور لوفياي والأسينوتوباكتور جونسانياي والأسينوتوباكتور هوموليتيكس ايضا هذه انواع اخرى مع other species are isolated occasionally ايضا. بعضها لم يتم وصفه بأي اسم نوع ما زال يعني بدون اسم نوع. أسينوتوباكتورs were previously called by a number of different names اسماء اخرى ولكن الان يعني تم تنظيم تسميتها وأصبحت أسينوتوباكتور وهذه أهم الاسماء في عائلة الأسينوتوباكتور. The most important species is nonetheless أسينوتوباكتور بومانياي لكن عندي انواع اخرى مثل أسينوتوباكتور روفياي وجونسانياي وهوموليتيكس. أسينوتوباكتورs are usually كوكو بسلري يعني بين الكوكاي وبين البسلاء في شكلها أو كوكو in shape or appearance. They resemble نزيريه شبيهة بالنزيريه وقتلك النزيريه من البكتيريا التي من أنواعها. Some of the species of Niziria include Niziria meningitidis and Niziria Niziria. التي تسبب ديمينجايتس الحمى الشوكية ذات السحاية أو تسبب السيلان. والأسينوتوباكتور في شكلها شبيهة بهذه النزيريه اللي راح تكون هناك محاضرة كاملة طبعا عندنا في النزيريه قريبا. واحنا ذكرنا الآن عنها إنها هي من المسببات للأمراض الخطيرة كالحمى الشوكية والسيلان وهو مرض جنسي منتشر الآن في العالم. طيب وهي تشبه النيزيريه under the microscope because diplococcal forms predominate because diplococcal forms predominate يعني دائما الأسينوتوباكتورز تظهر على شكل ثنائيه كريتين ثنائيه . وكذلك النزيريه تظهر على شكل diplococcal من العينات الإنسان المصاب . وكذلك من المزارة. روض شيبه فورمز ايضا يحدث ويحدث هذه الأشياء العصوية الشكل العصوي بكتيريا تظهر على جرام باكتورز يعني إن أحيانا هذه الأسينوتوباكتور تحت المجهر ممكن تظهر كأنها جرام باكتورز لكنها تظهر أحيانا كأنها جرام باكتورز هذا يميز أيضا الأسينوتوباكتور. إذن أولا هي کتنوي د 주� Southernогainen يا كوكو باسللري بالدبلوكوكاي، في العينات السريرية والمخبرية تظهر فمزendesي رعي الانسيرية ولكنها أحيانا تظهرگرام باكتورز لكنها هي لاكثر باكتورة ولكنها بتظهر درجة وياكتورا الأسينوتوباكتور م throwsitters من العيناتين باكتوري في الو 유دكتورية ذات سحاية and bacteremia has been mistaking for Niziria meningitidis التي تسبب ماذا ذات السحاية وتسبب المنجيتس Niziria meningitidis Similarly Asinatobacter recovered from the female genital tract has been mistaking for Niziria gonorrhea التي تسبب المرض الجنسي القنorrhea السيلان إذن هي تشبه النزيرية كررنا الكلام ووضحنا طيب كيف نفرق بينهما however the Niziria produce oxidase Asinatobacter does not إذن Asinatobacter oxidase negative بينما Niziria oxidase positive هذه معلومة يجب أن تحفظها لأنها تشخيصية مخبرية تميز بين Niziria وال Asinatobacter Oxidase positive and Niziria Oxidase negative Asinatobacter Asinatobacter often are commensals يعني موجودة بدون ما تسبب مرضا إلى الإنسان على الغشاء المخاطئ أو في الجلد ولكن Occasionally cause nosocomal infections لكن تسبب nosocomal infections بالدات الناس اللي هم في العناية المركزة إلا على أجهزة التنفس الصناعي Ventilators respirators and that are using catheters اللي عندهم قصطراء بولية أو قصطراء وريدية يكون عرضة للإصابة بالاسينتوباكتر بومانياي اللي هي антиبيوتك بالاسينتوباكتر بومانياي وتنتشر أسينتوباكتر الأجهزة البخار اللي تستعمل في داخل المستشفيات للمرضى الناس المرضى اللي عندهم التلوث الدم بالاسينتوباكتر In patients with اسينتوباكتر بكتر 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 intravenous catheters are almost always the source of infection الانتراvenous catheters اللي هي القصطراء الوريدية هي غالبا مصدر الانفكتشن عند الناس اللي معاهم اسينتوباكتر بكتر 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 تلوث الدم وانتشار البكتيريا في الدم In patients اسينتوباكتر act as opportunistic pathogens and can produce سبسس ايضا الناس اللي عندهم burns حروق وضعف المناعة immune deficiencies ممكن تنتشر وتسبب عندهم السبسس يعني التلوث الدم بهذه البكتيريا وتسمم الانسان بها في دمه اسينتوباكتر strains are often multi-drug resistant مقاومة الى اعداد كبيرة من المضادات الحيوية عندها مقاومة متعددة وبالتالي صعوبة العلاج كبيرة and therapy of infection can be difficult صعوبة في العلاج in many cases the only active agent may be colistine colistine may be the only active agent كعلاج such multi-drug resistant strains are a common cause of serious wound infections among wounded servicemen in Iraq انتشرت هذه الاسينتوباكتر بومانياء انتشرت هذه الاسينتوباكتر والمالتي drug resistant strains وسببت عدوى لأولئك الذين أصيبوا في حرب الخليج في حرب الخليج في العراق انتشرت عندهم هذه المالتي drug resistant strains اللي ما كان لها علاج الا الكلستان ما في غير الانتبيوتك كما ينطق هو الوحيد كان مضاد حيوي ممكن يسعف هؤلاء الناس وبالتالي هذه حالة خطرة ان ما عندي الا احتمال واحد للعلاج وممكن بعضها بدأ يقاوم لهذه الادوية هذا الدواء الوحيد وبالتالي ما عندي علاج لإسعاف المرضى والمصابين سيسببتبوليتي تاستين ادن النتيجة ما يجب اخذه من معلومة هنا تطبيقية لي انا كانسان ادرس مختبرات الانتبيوتك تاستين ادرس الانتبيوتك 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 واحاول ابحث عن مضاد حيوي اخر غير الكولستان لاستعماله ضدها واترك الكولستان كلاست رزورت يعني استعمال اخير او استعمال يعني خط دفاع اخير اذا ما عندي مضادات حيوية اخرى لكي لا اخسر هذه الفرصة الاخيرة في العلاج للمصابين في المستقبل لان اذا استعملت الكولستان بشكل كبير وبدون ما اقوم ب محاولة تقليل استعمال المضادات الحيوية واستعمال المضاد الحيوي المناسب الاكثر مناسبة فان ذلك سيسمح للبكتيريا انها تتطور اكثر وتكتسب مقاومة اكثر وبالتالي لا استطيع علاج المصابين في المستقبل لكن اطلب منك تعرف انها anti-biotic resistant multi-drug resistant strains وبالتالي لازم اعمل تستنج لها كل مرة اشوف هي مع الثانية اللي ذكرناها في البداية الاسيني اللي هي السيدومونس ارجنوس طبعا نزرحها غالبا على بلاد ايغار وتم على معظم انواع الميديا وعملية تشخيص سهل لانها تسبب بكتيريما وتنتشر عند الناس اللي عندهم نوزو كومل يعني انفكشنز واللي عندهم اميون ديشنسيز فعملية اني اشوفها واعزلها ما في اي صعوبة ااخذ عينة دم او عينة بس او عينة بلوروفلود او سبيوتم من الانسان بلوروفلود او يورن حسب نوع الاصابة وابدأ اشخص بالطريقة هذه وبكده انهينا الاسينيوتوباكتر اي سؤال اي استفسار بالنسبة الاسينيوتوباكتر يا شباب موسيقى